برعاة وحضور السيد معون رئيسي أركان الجيش للإدارة تقيم مديرية إدارة المراتب وبإشراف دائرة الإدارة دورة المعلومات للموظفين المحاولين حديثا من الصفة العسكرية إلى الصفة المدنية في مقر دائرة الإدارة على قاعتين دجلة والنصر لتطوير وتدريب وتوعية الكوادر الإدارية الذين استفادوا من قانون الموازنة الاتحادية بتحويلهم من الصفة العسكرية إلى المدنية ولتقوية المعارف والمهارات وتبادل الخبرات ورفع مستوهم الفني والإداري وبجميع الإختصاصات اليوم بدأت دورة تطوير الكوادر الإدارية في دائرة الإدارة والذين استفادوا من قانون الموازنة الاتحادية بتحويل صفاتهم من عسكرية إلى مدنية عملنا أن نفتح دورة تدريبية وتطويرية لهؤلاء المنتسبين حتى نقوعتهم المعارف والمهارات وتبادل الخبرات العمل العسكري يختلف عن العمل الإداري المدني وجدناهم جيدين لديهم الرغبة في العمل الإداري في الدورة سيتم التطرق إلى قانون انضباط موظفي الدولة ونعلمهم ماجبات الأركان وهذه نقلة من الحياة العسكري إلى الحياة المدنية تحتاج إلى تأهيل وإلى ترتيب وإلى توعية شاملة وكاملة حرصنا أن نطور هؤلاء المنتسبين التي تحولت درجاتهم إلى المدني بدورة بسيطة ستأخذ عدة اتجاهات تتلقون بها معارف ومهارات وبالنتيجة هو لرفع مستواهم حقيقة الفني والإداري وتتضمن الدورة شرحا مفصلا عن أهم قواني الخدمة للموظف المدني ومنها قانون الخدمة والتقاعد المدني وقانون انضباط موظفي الدولة وقانون رواتب موظفي الدولة وعددا من المواضيع المهمة التي تم شرحها من قبل محاضري المشاور القانوني دائرة الإدارة ومديرية إدارة المراتب الموظفين اللي تحول صفتهم العسكريين اللي تحول صفتهم من عسكري إلى موظف احنا عدينا محاضرة على مدار يومين بالتعاون مع مديرية إدارة المراتب لغرض تعريف العسكريين اللي تحول صفتهم المدنية بالقوانين اللي تخص قانون الخدمة المدنية قانون انضباط موظفي الدولة الواجبات اللي على الموظف وحقوقها أيضا لزيادة الوعي القانوني هذا الباب وهي فرصة طيبة أيضا لأن هؤلاء الناس اللي موجودين يعرفون شون اللي يهم ضمن الحقوق والواجبات برعاية السيد معامل رئيس أركان الجيش للإدارة قامت إدارة المراتب بالدورة الخاصة بالمعلومات للموظفين المحولين من الصفة العسكرية إلى الصفة المدنية أبرز النقاط التي سوف تطرح في هذه الدورة هي قانون الانضباط المدني وقانون رواتب الدولة والقانون العقوبات والأمور القانونية التي يهتم بها الموظف وبالتالي يكون للموظف معلومات كاملة عن أسس العمل الموظفون قدموا شكرهم لجميع الجهود التي بوذلت وما زالت لتطوير مهاراتهم وبما انسجموا مع الوظائف والمهام التي تناطوا بهم نشكر سيد وزير الدفاع المحترم وسيد أمين النعام المحترم وسيد رئيس كان الجيش المحترم على تحويلنا من الصفة العسكرية إلى الصفة المدنية وهدفنا هو الغرض خدمة المؤسسة العسكرية والدورة تعلمنا منها القوانين الموظف المدني داخل وزاة الدفاع والقوانين رواتب الموظف المدني داخل وزاة الدفاع التعريف بالقوانين ودمج الخبرات العسكرية مع الاختصاص يسهم في تقديم الدعم المميز لجميع دوائر ومديريات وزارة الدفاع من دارة الإدارة فاق العطواني أعلام وزارة الدفاع